وكما تشاهد هذه هي الأجهزة المتصلة على الشبكة أجهزة سامسونج وأبل وهناك أجهزة غير معروفة السلام عليكم أهلا بكم أصدقائي القناة إن شاء الله في هذا الفيديو سنشاهد كيف يمكن كشف الأجهزة المتصلة بالرابطة طريقة سهلة وبسيطة لكن قبل البدء في شرح الفيديو إذا كانت هذه أول زيارة لك على القناة أتمنى التكرم بالاشتراك في القناة ليصلك كل جديد نقوم بتنزيل عبر هذا القناة إن شاء الله سوف نستخدم تطبيق هذا التطبيق مثبت على معظم أجهزة سامسونج على الأجهزة الحديثة ومن لم يجد هذا التطبيق مثبت على جهاز سوف وضع لكم رابط هذا التطبيق في أسفل الفيديو في صندوق الوصف أولا سنشاهد أين نجد هذا التطبيق في الهاتف نجده هنا على سبيل المثال في هذا المجلد سامسونج بعد أن نقوم بتثبيت التطبيق نذهب إلى التطبيق ونقوم بفتح التطبيق نضغط موافق ثم بدي ثم موافق بعد ذلك نضغط على ترقية وتظهر لنا الخطة الأساسية والخطة المتميزة في هذا التطبيق نحن بصدد استخدام هذه الخطة الخطة المتميزة لكي نتمكن من كشف الأجهزة المتصلة بالواي فاي نقوم بالضغط على كلمة ترقية بعد ذلك نقوم بالرجوع إلى الخلف ولهذا التطبيق ميزات كثيرة منها توفير البيانات على الشبكة وأيضا حماية الخصوصية ومنع التطبيقات من تعقب الهاتف الخاص بك وأيضا التوفير الفائق للخصوصية والتطبيقات الويب وأيضا هنا كما تشاهد هذا التطبيق به VBN بحيث تتمكن من التصفح الكثير من التطبيقات والكثير من مواقع الإنترنت بتصفح آمن وبدون عملية تعقب وللتبديل بين الخطة الأساسية والخطة المتميزة نقوم بالضغط هنا على هذه العلامة وبعد ذلك نضغط على خطتك وإذا أردت إلغاء تفعيل هذا التطبيق تضغط هنا على هذه العلامة نقوم بالغاء التفعيل الآن سوف نشاهد كيف يمكن معرفة الأجهزة المتصلة بالشبكة ننزل إلى الأسفل ونقوم بالضغط هنا على مسح الشبكة كما تشاهد 12 جهاز متصل على الشبكة بعد ذلك ننزل إلى الأسفل ونقوم بالضغط على التفاصيل وكما تشاهد هذه هي الأجهزة المتصلة على الشبكة أجهزة سامسونج وأبل وهناك أجهزة غير معروفة وبجانب كل جهاز عنوان الـ IP الخاص بالجهاز وبعد ذلك إذا أردت أن تقوم بحضر بعض هذه الأجهزة تقوم بالدخول إلى الراوتر الخاص بك يعني على سبيل المثال إذا كان الراوتر الخاص بك تبي لينك أو دي لينك أو أنواع أخرى تقوم بالدخول إلى الراوتر وتقوم بكتابة هذا العنوان عنوان الـ IP وتقوم بحضر هذا العنوان ويوجد الكثير من المقاطع على الإنترنت تتحدث عن كيفية حضر أو عمل بلوك لبعض الأجهزة المتصلة بالراوتر على حسب نوعية الراوتر الخاص بك بي لينك تبي لينك ما إلى ذلك أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو الرجاء لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته